أدم أنا سعيدني كنت معنا أد بقى نفسك بطريقتك يا أدم حاضر أدم محمد علي اسمي فارس مصر وخادمها إن شاء الله تعالى محافظة بن سويف محافظتي الأزهر الشريف معدي وأقرأ القرآن الكريم كاملا بأحكامه وأقرأه أيضا ترتيلا وتجويدا ومؤذنا وإماما وخطيب والحمد لله بفضل الله بدأت في تجميع بعض المعلومات عن القرآن الكريم وزادني الله شرفا وفخرا بأن أكون نموذجا مشرفا لبلدي ليس على الوطن العربي فقط بل في إحدى الدول الأجنبية وحصلت الأول في مسابقة الحنجرة الزهبية وحصلت الأول أيضا في مسابقة طريق النجاح ثم لقبت بعصفور الكرآن الكريم ثم لقبت بأصغر داعي إسلامي في الوطن العربي ثم لقبت بسفير الإسلام وسفير الطفولة وسفير الكرآن الكريم وأصغر سفير في الوطن العربي ثم لقبت بعملاق الخطاب الديني ومصباح الأمة والطفل المعجزة وحصلت على ألقاب كثيرة وشهادات كثيرة وقرمني له تعالى من فوق ثابع سماوات برؤية حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صلي وسلم وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم أنت عندك كم سنة؟ 11 ما شاء الله عليك أنت يعني إيه أنت بدأت تأليف الخطب وإزاي تعلمت الإلقاء؟ أنت مفوح ما شاء الله من أربح سنين فاته أنت عندك سبع سنين يعني؟ آه ده مين اللي بيختار موضوعات الخطب اللي أنت بتقولها وإزاي بتحفظها؟ شيوخي وأساتذتي يعني في بلد يعني بيساعدوني ما شاء الله عليك هل عجبك اللقب اللي أطلقوا عليك أنك أنت أصغر خطيب؟ آه دي شيء يسعدني ويشرفني تب ممكن أسنع منك خطبة؟ حاط يال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وزل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه حمدا يليك بجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا رب يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أحب إلي من الدنيا وما فيها وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربه وسلامه وعليه من لد آدم إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها حبيبي يا رسول الله يقول الحق وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالصدق كلمة جميلة وخلق حميد يجب أن يتحلى بها كل مسلم كل مسلم وقد امتدح الله تعالى نبيه نبيه في قرآنه بصفات حميدة وأخلاق عظيمة فقال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَزَكَّى اللَّهُ تَعَالَى أَنْبِيَأَهُ بِصِفَاتٍ حَمِيدَةٍ وَمِنْهَا صِفَةُ الصِّدْقِ وَمِنَّهَا صِفَّةُ الصِّدْقِ فَقَالَ تَعَالَى وَاذْكُرُ فِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلٍ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْفِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا